أهلا وسهلا بكم مشاهدنا إلى محطتنا الثانية من داخل الستوديو في هذا الصباح نتحدث في هذه المحطة عن الشخصية القيادية التي تتميز بالكثير من المهارات والقدرات لاتخاذ القرارات الصحيحة ومواجهة الأزمات والمشكلات فكيف يمكن إعداد هذه الشخصية ومصفات التي يتميز بها القادة نتحدث في هذا الموضوع بتفاصيله مع الأستاذة عيدة زواهرة المتخصصة في التنمية البشرية والمدربة في المهارات القيادية والإدارية يسعد صباحك صباح الخير ألا يسعد صباحك وصباح الخير لجميع المشاهدين وينما كانوا يشوفون أهلا وسهلا فيك نورتينا بداية خلينا قبل ما تحدث عن الصفات وعن الميزات التي يتمتع بها القادة كيف نعرف القيادة أو الرياضة؟ أهلا القيادة غير الرياضة القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف يعني هذا التعريف المبسط لها تعريفات كثير بس يعني أوجزوها بعبارة القدرة على تحريك الناس نحو الهدف يعني فيه إنسان فيه قائد بيقدر أنه يوجه الناس لهدف معين وهي القدرة يعني اللي راح نحكي فيها منين بتيجي يعني مش أي حدا عنده القدرة لتحريك الناس في ناس عندهم في ناس ما عندهم بيقولوا في الدراسات أنه حسب الدراسات المعتمدة أنه في حوالي يعني واحد لاثنين بالمئة من الناس عندهم قدرة عالية هذه ربانية يعني مش مكتسبة هاي بالفطرة إجتهم هم قادة بالفطرة وفي على الطرف الآخر من المعادلة في ناس ولا يمكن يكونوا قادة لكن المجوريتي الغالبية من الناس اللي هم تقريبا نحكي على تسعين بالمئة لخمسة وتسعين منقدر نشتغل عليهم لتطويرهم كقيادات طيب ما هي الصفات التي يجب أن يمتلكها القائد طبعا زي ما حكينا مش أي إنسان أي شخص عنده قدرة عقيادة الناس في صفات معينة لازم تكون موجودة أهم هاي الصفات هي الجرأة والشجاعة يعني ما بصير القائد يكون شخص مش جريء مش شجاعة يعني بده يقدر طبعا هاي بيجي من الثقة بالنفس كمان يعني دايما القائد عنده ثقة بنفسه عالية جدا بتشوفيها بتصرفاته بتشوفيها بكلامه بيعبر عليها بوقفته بحركة الجسد تبعته بيعبر عليها في مواقفه ففي جرأة في شجاعة في ثقة بالنفس كمان علامات القائد صفاته بده يكون مبادر يعني مثلا بتلاقي ناس بصير موقف قدامك بتلاقي فجأة واحد تدخل لحل هذا الموقف ما حدا طلب منه هو مبادر هو عنده هاي القدرة على المبادرة كمان من الشخصيات الدقيقة بالقيادة ولازم انه نفهمها كتير خصوصا اللي بيشتغلوا على حالهم يكونوا قادة وإداريين انه هي القدرة على التحليل وهاي القدرة مهمة جدا القدرة على تحليل الناس القدرة على تحليل المواقف القدرة على تحليل ايش بصير عنده دايما قدرة عالية على التحليل بحط الأمور صاح بيفهمها صاح كمان ايش مهم للقائد عنده رؤية مستقبلية بيتطلع على بعيد يعني هو ما ما بيفكر هو دايما بيفكر بس بيفكر في طريقة بعيدة للناس فهذه هي علامات القائد طبعا بيحكي كتير عنده قدرة على لازم يكون عنده قدرة على الاتصال والتواصل عالية جدا وإلا ما بيقدر هو يحكي مع الناس ووجههم وعشان يكونوا راد نعم أستاذ عايدة قديش مهم انه هذا الشخص القائد اللي هو مثل ما حكيتي هاي الصفات المميزة الموجودة فيه انه ثقة بالنفس الجريء عنده شجاعة نعم انه يكون يعطي مساحة للآخرين بمعنى انه يعني فيه ناس كتير ممكن يكون عندها هذه الثقة بالنفس والشجاعة والجرأة لكنها ديكتاتورة دايما نقول أو عندها الصح المطلق يعني أنا الصح المطلق والباقين هم لازم يكونوا تابعين إلي نعم كيف بيفرق هذا الشيء في التعامل مع المجموعة اللي احنا بنقودها بانه تحفيزها الانتباه لقدراتها تنميتها حتى متل ما حكيتي في البداية انه هي تقدر توصل الهدف اللي هنحطينه اكيد سؤال مهم جدا ومزبوط انت يعني بتقولي عوجع يمكن وفي كتير يعني هي القيادة نسميها السلطوية أو الدكتاتورية اللي هي دايما مسيطرة على الآخرين هذا قيادة على فكرة بس ميش القيادة المثلة هلأ الناس بتتباع دايما القائد بأربع طرق إما بالترغيب أو بالترهيب أو بالإقناع أو بالشخصيته بالإلقاء اللي عنده هلأ أحسن أنواع القيادة هي الإقناع إنه أنا لما بحكي معاكم موضوع مثلا بنحكي فهون ناس بيستوعبوا بيهتموا بيضامنوا هيك بصير في تباعية تبعية محترمة تبعية أخلاقية تبعية فكرية وهذا في قيادات كتير ماتت وفكرها لازال موجود هلأ الشخصية وبعدين المهم كتير هون وهي دايما أنا بقولها وتعلمتها وبغل أعلمها للناس القائد الحقيقي هو من يخلق القيادات هو من يصنع القيادات إبليزي ذكروها فإحنا ما بدنا إذا أنت قائد وعندك كل هالصفات المنيحة فإنت يجب عليك أن تصنع القيادات هاي مهمتك عشان هيك بنحكي إنه ما في قائد فاشل أو عفوا ما في موظف فاشل وإنما في إدارة فاشل أو مدير فاشل وقائد فاشل لأنه لم يستطع أن يشوف أجمل أو أقدر أو أحسن شيء فيها هؤلاء المهم نعم صحيح هو شوفي إحنا بننميز شوي بين القيادة والإدارة إحنا اليوم حديثنا عن القيادة يعني بحلقة تانية ممكن نحكي عن أنماط الإدارة وأنواع الإدارة اللي هي برضو فيها الإدارة الدكتاتورية والسلطوية وفيه أنواع أخرى إحنا اللي بهمنات كالتالي أنه عندما أنت بتلاقي طفل أو موظف مثلاً بالمؤسسة أو بالجامعة اللي طالب موهوب طالب عنده استعداد أعلى من الناس الثانين عنده مهارات عنده صفات قيادية عنده جرأة عنده شجاعة عنده حب للمبادرة أنت يجب عليك أن تهتم فيه حتى تصنع منه قائد فإذا أنت أعطيته فرصة نعطي الميثال على الموظفين فيه عندنا كثير موظفين هلأ فيه علم جديد في الإدارة اسمه علم الموظف الموهوب يعني بيشتغلوا كثير على أنه إذا بتحس فيه عندك موظف موهوب أنك تمسك هذا الموظف وتنمي قدراته عشان مكرا في المستقبل هو يصير إداري وصير قائد فبالتالي زي ما تفضلت إذن إحنا مهمة مهمة كثير مهم أنه نبحث عن القيادات ونصنعها ونطورها حتى تكون في المكان الصحيح في المستقبل ما نخسرها هلأ نقطة هون بس كثير مهمة أنه أنا لما أني بخسر أي إنسان ممكن يعطي بالمستقبل أنا باهدر طاقة اسمها الطاقة البشرية فهذه نقطة كثير مهمة فإذن هذه رسالة ومسؤولية أنه كل مدير كل قائد كل أم في بيتها حتى بدها تهتم أنه إذا كان هناك صفات قيادية أنها تهتم بهذا الشخص وهذا الإنسان نعم أستاذ عيدة هل تعتقدين أنه إحنا كمان في مجتمعنا العربي عم نفتقد هذه المفاهيم لأنه في عندنا الفردانية ما في عندنا روح الطريق ما في عندنا روح العمل المشترك أي نقد من نعتبره نقد شخصي وليس نقل بناء ومنهاجمه وإذا كان لهذا القائد بسمع أي انتقادات بروح بتخلص من هذا الشخص وإنما ما بيستمعنا فأديش إحنا كمان أديش إحنا يعني عشان نوصل لهذه المرحلة التي تتحدث عنها القيادة المثلة بحاجة أن نتخلص من بعد المفاهيم الموجودة في ثقافتنا طبعا مظبوط أنت بصراحة بتحط إديك على الوجاع يعني هذا موضوع كبير يعني ما إحنا عدين نقول الأساسيات أول شيء هناك بالعالم العربي هناك أزمة بالقيادة وأزمة بالإدارة وهذا الحكي مثبت مش إنه قول ما في لا في لكن هناك أزمة حقيقية نحن محتاجين قيادات أكتر ناس فاهمة شو معنى القيادة أكتر الإدارة كمان عنا مشكلة بالإدارة وهذا بده شغل كتير فإحنا من ضمن خططنا مثلا إحنا هلأ مدربين التنمية البشرية في أنا مثلا للناس تخصصت في التطوير الإداري والمهني التنمية البشرية مجال واسع جدا لكن هذا مجال مهم لأنه إحنا مشكلة إذا مؤسساتنا ما بتكوننا بنية على إطار سليم فبالتالي هاي النقطة النقطة الثانية إنه نعم يجب أن نتخلص من بعض الأفكار والرواسب الفكرية اللي هي إيش مثلا السلطة يعني مفهوم السلطة من الأب للإيم للمدير لوينما كان هل السلطة هي بالتحكم هل السلطة مثلا بيقامع الناس هل السلطة لا مش هاي السلطة السلطة في بناء الفريق الشخص القائد هو اللي بيلمد الناس كمان مره قدرة الإنسان على جمع الناس نحو الهدف فهذا الإنسان هو اللي بيقدر يلمد الناس بيقدر وجههم صاح بيقدر يتحكم في سلوكياتهم خصوصا لصغار الجيل لأنك أنت بتأسس عمالك فهي يعني يجب أن نتخلص من الرواسب مش القائد هو اللي لازم يشخط وينطر لازم كمان ضلوا مكشر 24 ساعة لا 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 عشان الهيبة هاي اللي برضو هاي كلها من الرواسب يعني في رواسب فكرية لكن عشان ما نزمن جلد حالنا يعني حاليا أنا بشوف الناس أو على موضوع الإدارة أو على موضوع القيادة في تدريبات كتير بتصير في البلد وفي توجهات نحو العلم والتعلم وإنه نحط الأمور في نطقها الصحيح هذا مهم جدا لأنه كمان إحنا هذا جزء من بناء الأفراد وعدم الخوف من أنه أي شخص مثل ما حكاتي يعني هو القائد هو من يصنع القادة ففي تخوف عن بعض القادة بأنه هذول الناس اللي أنا بدي أصنعهم ممكن يأخذوا محلي وهذه نرجع لفكرة السلطوية شوفي هاي موجودة أقول لك ليش نرجع لنقطة أساسية بالموضوع اسم الثقة بالنفس إذا كان القائد هذا قائد بمعنى الكلمة ومتمكن وعنده مهارات وعنده أفكار ومعتقدات وأخلاق وكل شي تمام إذن أنا لا أعتبر أي شخص تاني هو تهديد لإليه نهائيا لأنه ثقتي بنفسي عالية جدا لكن إذا كانت ثقة بالنفس منخفضة عند هذا القائد أو هذا المدير بالتالي هو نعم صحيح سوف يهاجم من هو أعلى منه من هو متقدمين عليه بالمهارات والقدرات فبالتالي إحنا لأ إحنا بنعلم إنه إذا إنت عندك مهارات وقدرات تعلم واستفيد من الناس يعني إنت مرات بتتعلم من طفل صغير فبالتالي هي الأفق سعي وهذه الفكرة اللي حكيناها إنه مش المعرفة المطلقة اللي لا ما في حدا بيعرف كل شيء القائد بالضرورة يكون هو الشخص الصح دائما بالعكس هو لازم يأخذ هاي الأفكار من الآخرين يكون فيه فعالية نعم هلأ إحنا بنيجي لك كمان مرة القضية قضيتين يعني ما فيه قائد بدون أتباع وما فيه أتباع بدون قائد يعني هاي علاقة مشتركة زي الليل والنهار بيكملوا بعض ما فيه قائد لحال واقف بقول أنا لحالي قائد مين اللي وراك مين اللي يعني بيتبعك بأيدك بأي فكرك بأي نظرياتك هلأ الموضوع الأتباع إنه موضوع الاستفادة منهم من قدراتهم أنا عندي قدرات قيادية بس غيري عنده مهارات عالية جدا في أمور معينة أمور مثلا بالعمال أمور بالتفكير عنده زكاء عاطفي زيادة فأنا دوري كقائد توظيف هذه القدرات وجمع هذا الفريق عشان أحقق الأهداف سواء بالمؤسسة أو أين مكان نعم أنا أعتقد أنه يمكن في مجتمعنا العربي كمان أستاذة عيدة عم نشوف للأسف بسبب عدم وجود القيادة الحقيقية عم نشوف هاي التمييز أو التمييز والإنجازات فردية يعني منشوف أفضل شخص يعني أفضل مبتكر أفضل مبدع أفضل على مستويات مختلفة في مجالات مختلفة لكن ما منشوف هناك قيادة بالضم تحت يعني جناحة كل هذه الإنجازات شوفي المبدعين والمتمييزين هم ناس أبدعوا في مجالات معينة سجلت بأساميهم ما في مشكلة لكن إحنا لما نطلعت مثلا المدرسة الأولى بالعالم من فلسطين إحنا كنا شعرنا بالفخر فبالتالي إنه الموضوع هو موضوع إبراز القيادات وإنجاحها هلأ بالآخر هاي شغلة الأنا يعني فيه حدا يلازم يتميز بس كمان هذا فيه مفهوم كتير حلو تم عرضه في إحدى المؤتمرات في يعني العلمية كان اسمه صناعة الإنسان وأنا وقفت عند هاي الكلمة كتير وببحث فيها كتير كيف يمكن صناعة القادة وكيف يمكن صناعة الإنسان إذن هذا هو بروسس يعني هي منهجية تبدأ من الولادة تخيلي يعني من الولادة إلى الماما والبابا والطفل الصغير والإهتمام فيه والمدرسة والجامعة والمؤسسة كلنا إحنا منظومة منظومة كلنا نؤثر بهذا الإنسان حتى نبرز أحسن ما لديه وبنقدر بسوري وبنقدر نطمس هذا الإنسان عندي سؤال عن هاي النقطة تحديداً قبل ما نفتم لأنه دهامنا الوقت حضرتك بداية صحيح حضرتك حكياتي أنه فيه أشخاص بالفطرة بيكون عندهم هاي القيادة كيف إحنا ممكن بممارسات خاطئة سواء بالعوم في الأسرية هذه منظومة المجتمع الأبوي كمان اللي منعيشها في المجتمع العربي منحطم هذه الصفات القيادية عند الشخص بحيث حكيتي أنه هي من أبرز الصفات أنه يكون عنده ثقة بالنفس نعم فكيف تتحطم هذه الثقة من خلال بعد الممارسات الأسرية أكثر الممارسات الخاطئة سواء بالأسرة من الأم خصوصاً بركز كثير على الإميات وفي ممكن إحنا نعمل حلقة عن الثقة يعني تأسيس الثقة بالنفس عند الأطفال هذا كثير أنا مهم الموضوع كثير بدايق بشوف تصرفات خاطئة يعني أنا بزعل بقول الطفل بيكون أهم إشي أنه هذا الإنسان ما يشعر بالخوف إذا شعرنا بالخوف راح نكبت الطاقات يعني مثلاً الطفل بدو يحكي يقوله أسكت ما تحكي إذا حكيت بضربك مثلاً هذا فري سيمبل إشي بسيط لكن لو خلينا يحكي إحنا طلعنا قدراته خلينا أعطينا قدرة على التعبير وإشي لكن إذا سكتنا راح يسكت وراح ينكبت هاي الطاقة نفس الشي بصير بالعمل نفس الشي بصير بالجامعة طالب بحب يسأل كتير خلي يسأل ما هذا دليل على نجاعته يعني دليل اعتمامه بالشغل ما نقول بالناس نعطيهم فرص نعطيهم مجال للإبداع والمبادرات وخلق القيادات وتطويرهم نعم لأسف انتهى وقتنا يعني فعلاً مثل ما حكيتي حضرتك ما شعبنا بالوقت وفي كتير تفاصيل ممكن كمانتنا ولها بحلقات قادمة وبشكل متخصص أكثر لكن كل الشكر لوجودك معنا ولكل ما تفضلت فيه شكراً إليك ألا ويسعدني وبشرفني دايماً أكون معكم مع الفلسطينية شكراً كتير لأيكم أهلاً سهلاً فيكي مشغلين خلينا نروح لفاصل قصير ونكملين معاكم